كنت بتكلم مع احدى الفتيات البدويات فيها نفسينا كنت مبسوطة بها جدا كانت بتقول لي احنا زمان العادات والتقاليد ممكن كانت بتحلم البنت ان هي تتعلم ولكن دلوقتي بتقول لي بقى فيه اهتمام اكتر من الاول ان احنا نتعلم وانحنا نخلص تعلمنا وهي في العامة خرجة كمان يعني من جامعة انجليزية وبتتكلم كمان يعني لغة وانا كنت سعيدة جدا وفخورة جدا بيها وبتقول لي لا احنا تغيرنا وبقى الفكر اه يعني مختلف عن زمان مختلف تمام بتقول لي انا مهتزمة بازاي بتاعي ده يعني ده تقاليد اللي انا فخورة بيها ولكن تعليم الفتيات مهم اه وكمان جدا جدا يعني والدها واخواتها الولاد كانوا جدا سعداء بيها وسعداء ان هما يعلموا كمان اه باقي يعني الفتيات الموجودة في العيلة فده يعني فكر اه متطور وتطور وفكرة حديث جدا ومختلف عن زمان صحيح انا هقول لي حضيك يمكن كان كان العصور الماضية كان اه يعني كانت الطبيعة الجغرافية الصعبة لسيناء وتوزع اه السكان في مدن متبعدة عن بعضها البعض مسافات كبيرة اه عدد سكان قليل اه حضيك من شوية بتقولي المحافظ وعد قال لي يكون هناك وادي ضايق الطبيعة الجغرافية وادي ضايق في الجبال فيه ناس سكان ما يكونش فيه مدلاس وقال لي انا يعني هو كمان كان بيقول ان فيه توجه ان انا هحارب او هيكون فيه يعني بشكل عام محاربة لتصريب الفتيات فيه اهتمام بتعلمهم بالضبط بالضبط يعني احنا بنتكلم على الفتاة يعني بنتكلم على ربة الاسرة اللي موجودة وعمود الاسرة في اي منطقة هنا الفتاة السينوية النهاردة بتفتح امامها المجالات بهذه الصورة الشباب ايضا بيفتح امامه مجالات ان يكون عنده جامعات اكتر من اربع او خمس جامعات موجودة النهاردة في سيناء بدأت تأخذ بيد المواطن السينوي كي تضعوا على افضل واحدث المفاهيم والوسائل التكنولوجيا والتعامل معاها والمفاهيم الحديثة في كل انواع العلوم اللي موجودة في جامعات سيناء النهاردة الطفرة العلمية او التعليمية اللي هتحدث مع المواطن السينوي احنا هنا بنبني انسان جديد قادر ان هو يستخدم بقى البنية التحتية اللي تم انجازها خلال السنوات الماضية مواطن يبقى قادر ياخد ادوات هذه البنية وينطلق بمجتمعه الى الامام وده محل فخرنا الحقيقة زي ما هذيك افتخرتي بالنساء وبالفتايات السينويات النيتي شفت نمازج يعني الحقيقة فعلا تجعلنا نقول ان البنت المصرية عندما يعني تتاح لها الفرص والامكانيات بتتفوق وبتتقدم وبنقدم لها كل التهاني في اعيادها احنا جنب اعياد طابة احنا اليومين دول في اعياد المرأة المصرية وبعد ايام قليلة الام المصرية بالزبط يعني ده محل فخرنا الحقيقة جدا جدا يعني احنا كلنا نتكلم عن التنمية نتكلم عن التنمية والتطور في البنية التحتية في كافة قطاعات الدولة عايزة اتكلم كمان عن التنمية السياحية وخلق مجتمعات عمرانية والعائد الاقتصادي والامني والاجتماعي لهذه التنمية ما فيش شك يعني هناك مناطق من العالم بتبقى السياحة هي قاطرة لتحقيق اشكال النمو والتطور والازدهار لهذه المناطق ده على مستوى العالم سيناء الحقيقة هي الجوهرة المصرية الحقيقية الدولة المصرية والمصرين يمتلكوها امكانيات سياحية على اعلى مستوى انها تكون الحقيقة بندفع في اتجاه ان يكون النشاط السياحي هو احد النشاطات الرئيسية وقاطرة حقيقية للدفع بسيناء الى مصاف كل النقاط السياحية الشهيرة والمتطورة على مستوى العالم ده الحقيقة سيناء تستحقه بجدارة اشتركوا في القناة